هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي أهلا وسهلا فيكن ببودكاست أبو ومعي أنا ورد أبو ظاهر حلقة اليوم مع ضيفة رح تخبرنا تجربتها مع زوج عنده شخصية نارجيسية أهلا وسهلا فيك أمل اخترنا اسم أمل لحتى نغير الهوية طبع الشخصية اللي معنا وهي حابة تاخد هيدا الاسم بدأت شكريك انك قبلت تشاركينا تجربتك لأسية يعني منعرف انه التعاتيك بأوقات صعبة اخترنا بحكواتي نغير الاسم والصوت لحتى نتجنب أي تأثيرات سلبية بسبب هيدا الحلقة أهلا وسهلا فيك أمل أهلا وسهلا ورد بدي تشكريك كتير انه بديك تستضيفيني وحابة تسمعي وأنا كتير كنت حابة أحكي وبدي تشكر كتير على هالفرصة شكرا لألك أمل ممكن نبدأ بمقدمة خبرنا شوي عن أول ملاحظاتك لعالمات للشخصية النارجيسية عند الشخص اللي كان زوجك أهلا رح حكي هيك نبزي سريع شوي الزواج كان زواج صالونات فما كان في فترة تعرف كتير كبيرة كانت فترة قليلة كانت تقريبا ستة شهور بها ستة شهور كانت الأمور وردية كتير كتير حلوة كان ورد كان حب كان غزال كان كتير الوضع كتير ممتاز وتزوجنا وبعد ما تزوجنا صار في تبدل كتير كبير بالسلوك بدرجة يعني تصدم وكانت هاي أول العلامات أنا ما كنت بعرف بوقتها أنه هاي دي اسم علامات أو هاي دي إشارات حمر أو خطوط بدأ تتغير فقلت أنه ايه اوكي عادية أول سنة زواج وكل الناس بتحكي أنه بدأ يكون في تغيرات وهيك بس صارت التغيرات بشكل دراماتيكي أكتر وأكتر صار فيه إهانات متواصلة صار فيه إساءات لفظية متواصلة صارت الأشياء تختلف من منظوره ومن منظوري وصرت أنا بيّن كأني عم بتوهم أو كأني عم بكذوب وبلش الشغل بقى على المحيطة اللي حوالي أنه صارت بعيد عن رفقاتي صارت تخرب علاقاتي معهم مش لأنه أنا نزعتها أو خربتها بس لأنه صار في تدخل بشكل مباشر أنه هادول الناس ممنح بعدي عنهم هادول ما بيمشي الحال تحكي معهم بعدي عنهم ففجأة بتلاقي حالك وحيدة ومعزولة ومفصلة عن المحيط تبعك وهو هاد الشخص هو الشي الوحيد موجود بحياتك والكون صار يتمحور حوالي وهن بدلاش تحس أنه شخصيتي بلشت الدوب ومعت موجودة معد إلي كيان وأنا موجودة بس لأخدم هالشخص نفسياً وجسدياً طبعاً وهي كانت يعني هي أول تحولات لاحظتها بس أول شي نحنا ما منصدق أنه إيه نحنا اخترنا مو صح أو اخترنا أو مثل ما بيقولوا أنه إيه بدك تطولي بالك بدك تصبر شوي بتعرفي نحنا مجتمعات محافظة والمرأة لسا عندها دهور تقليلي شوي بالعلاقة الزوجية بس لما زادت عن حدها صارت غريبة وهون بدلاش تحس أنه لأ في شي مش مو مزبوط بيصير يعني أمل بهاي الفترة قدي كان عمريك؟ هل كنت عم تدرسي؟ ما درستي؟ يعني وضعك عامة كيف كان؟ بهاي الفترة كنت صغير كتير كان عمري تقريباً 23 سنة لما صارت تعارف وصارت الخطبة كانت تقريباً أول علاقة لإليه أنا ما كنت لسا حكياني مع حدا وما كان عندي خبرة ووقتها كنت لسا مخلصة دراسة وأنه خلاص صار وقته بقى الواحد يكون عائلي مثل عادي لازم 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 اللي منسمعه من مجتمعاتنا ومن أمهاتنا خلاص صار وقت تكوني عائلي صار وقت تجاوزي صار وقت تجيب أولاد وخلاص أكي تقدم شخص مسموعياته منيحة طب ما حدا بيعرف شيء سيء عنه ووضع المادي منيح فأنا أوكي ليش لا يعني مثل ما بيقوله أول علاقة وعلاقة زواج وخلاص فهيك تم الموضوع وقته هل برأيك هلأ إذا بتطلعي على الموضوع لورا كنت عم تقولي أنه فترة التعارف كانت أصيرة يعني ما كان فيها التعارف الحقيقة بس هل في علامات يمكن هلأ إذا بترجعي بتقولي لأ هيدا علامة بس أنا ما شفت علامة لأنه يمكن ما كان عند الوعي الكافي أو الناس خبرونا أنه هيدا شيء إيجابي بيبين عن حب في قصص هلأ إذا بتشوفيهم بترجعي من منظورك هلأ بتقولي لأ بوقتها كان لازم انتبه على هاي النقطة أنت بتعرفي وردي هدول أشخاص هني أشخاص عاليين الذكاء بيعرفوا يمسلوا بشكل كتير كبير ففينا نقول أنه فترة الخطبة طبعا كانت مختصرة من الطرف الثاني مش من طرفي أنه يلا بدنا نتجوز وأنا بحبك وما عد فيني أبعد عنك ولازم نجتمع وليش نضيع وقت فتم فترة الخطبة كانت أصيرة لأنه طرف الثاني كان عم بلح على الارتباط وما كان في علامات واضحة أنا فيني أقول أنه إيه لأ في شي غلط هون ما نوزابيط لما برجع هلأ بتطلع على الأمور هلأ بعد يعني الفترة اللي ما رأيته والخبرة اللي الواحد حتى بالعلاق سام نفسها جمعه بقول لأ خلاص بدي انتبه على هيك شغلة الشغلة الوحيدة اللي فيني أقول عنها هي البخل بالعواطف الحقيقية يعني إيه بتسمعي كلمتين حلوين بس هاي مثل بيقولوا هيك أنه بعطيكي كلمتين حلوين وبرجع بأزيكي سنة بعطيكي كلمتين مش هنصبرك يعني هي هاي اللي النقطة المفصلية اللي بعتبرها أنه لأ هاي دي علامة خطر وعالم أحمر كان لازم انتبه عليه بس للأسف وقتها صغيرة وما كان عندي خبرة وتعرفي شو كمان وردي هلأ صار فيه وعي صار فيه سوشال ميديا صار فيه بودكاستات مثل البودكاست تبعي تحكي عن هدول الأصاص قبل ما كان يعني من عشر سنين وبالجاية ما كان فيه هذا ما كانت المعلومة متوفرة بهالطريقة كانت موجودة بالكتب بس ما كان فيه حدا بيسترجي يحكي وبيسترجي يشرح وما كان هذا الوعي الجماعي اللي عم بيصير بهالفترة بشكل كبير فبقول أنه كنت عليلة خبرة أكيد وبس ما بحاول اللوم حالي كتير لأنه ما لازم اللوم حالي فيه شغلة ما فيني اتحكم فيها ومتل ما قلنا قبل هدول الأشخاص أسكياء بشكل واضح وبيعرفوا يستغلوا نقطة الضعف ويستغل نقطة الضعف ويشتغل عليها بشكل كتير زكي فراح أقول أكتر أنه كان فيه البخل بالعواطف الحقيقية وأنا ما انتبه أكيد هو ما لازم يكون فيه لوم ذات لأنه بناهي نحنا ما فيه لوم ذاتنا لأنه في شخص زينا على قد ما نحنا عم نحاول نسحب أو نفهم أكتر شو هي الأمور اللي مهم ننتبه لها لحتى ما نرجع نقع أو غيرنا ما يكون عم يقع أمل إذا بدنا نطلع شوي على هيدول النقاط ذكرت كتير نقاط استخدمت من هالشخص اتجاهك وأنه كان فيه إلى تأثيرات وحسيت حالك عم تدوبة عم تبعدي عن الناس يقرب منك وكل هيدا التفاصيل التانية من بعد هيدا الأمور هل كان فيه محاولات أنه تصلحي هالعلاقة هل لما فكرت يكون فيه عندك طفل من هالشخص كان الهدف تصليح العلاقة ولا لأ كانتوا بعدكم شايفين أنه الأمور ماشي ونحن هيدا تزدواج وهيك بيكون الفكرة بالعلاقة هي طرفين فيه طرف كان عم يشتغل على هالعلاقة اللي هو أنا عم بشتغل خصوصا بوجود طفل أنه هالعلاقة بدي ماشية وما بديت تخرب ببيتك وبدك تصلحي الغلاط الكبير اللي بيعملوا الضحية بهالعلاقة أنه بتفكر أنه فيها تصلح حدا الطرف الثاني ما كان حاسس أنه هو غلطان المحور يعني هو محور الكون كل شي بيتمحور حواليه كل شي المفروض يكون لخدمته مشاعرك منا مهمة بها العلاقة مشاعرك ما بتعنيله شيء ووضعك النفسي ما بيعنيله شيء لأنه هو بالأخير بالنسبة لخدمته لما بتلاقي حالك عم تعطي 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 يعني مثل بيقولوا فيه فيه في نظرية أنه الزواج صندوق فاضي لما بتفوتي على الزواج وبدك تعبي فيه لتأخدي منه بتاعي حالك عم تعبي عم تعبي عم تعبي وطرف الثاني بس عم يأخذ فتحسي حالك أنت ما بقى في عندك طاقة بطاريتك عم تفضى خصوصا بالنسبة لوجود الطفل والطفل عم يتأثر بشكل سلبي لأنه الأم حزينة وغاضبة ثلاثة رباعة الوقت لنقول يعني غير الربع الوقت اللي بيكون الأمور هادية فيه فالطفل عم يتأثر بشكل كتير سلبي وهون صار الوضع يعني كريتيك صار الواحد لا لازم يقرر أنه شو بدي يساوي إمتى حسيت أنه خلص أنا ما بقى أدري تحمل هيدا الشي وأنا بدي أطلع حسيت هيدا الشي لما بلش نطلع من إطار الأزاء اللفظي والنفسي للإطار الجسدي لما صار فيه إساءة جسدية والطفل عم بيشوف هادا الشي وعم ينحفر بيذكرته ويعني رح يكون فيه رد نفسي غير الرد النفسي اللي موجودة عندي إنه أنا ما بقى أدري أتحمل وللأسف كمان هاي برجعوا بقول هاي نقطة نحن عم بكى نساء كمان منفهمها ما كتير صح مفروض نقدرها حتى بمجتمعاتنا موجودة يا جماعة الأزاء اللفظي والنفسي يوازي الأزاء الجسدي فنحن منصبر على الأزاء النفسي لأنه ما حدا بيقشعوا لبر ما حدا بيشوفه يعني ما حدا بيشوف أنه كدمي على روحك مثلا بيشوفه كدمي على جسمك فهون الغلط اللي أنا يعني بقول أنه أنا غلطت لأني صبرت كل هالفترة وحتى وصلت الأصل للإساءة الجسدية وبصراحة كان فيه نقطة تانية اللي هي بلشت الأفكار الانتحارية تقوى بشكل كتير كبير وحسيت حالي أنا خلاص أنا وقعد بهالفخ ما بقى رح أطلع منه وما بقى في أمل وحاولت مرة بس ما قدرت تكمل يعني القصة للأخير لأنه الطفل إجا وشاف يعني شاف الأداة الحادة بيدي أنه أنا خلاص بدي أقطع شرعيني وبدي موت وهون قلت أنه لأ هذا الشي ما بدي يتركه برأس هالطفل وأنا مصلة لهالمرحلة والطرف التاني منه فارق معه فهنا قلت لأ خلاص وهنا لازم فيه أول شي أمل بدي أرجع تشكرك أنك عم تشاركينا هالتجربة اللي بعرف أنه كتير أسي ومش سهل أنه الواحد يرجع يحكيها بعرف أنه هي شي ما بينتسه ومحفور جوه بس الحكي فيها يمكن هيك بيرجع شوي بيفتح الجرح والواجع اللي نحنا فيه وبدأ كمان تذكر أنه نحنا ما عم نذكر جنس الطفل إذا طفل أو طفلة كمان عن قصد لحتى نحنا ما نكون عم نساهم بإظهار هوية الشخص اللي عم بتخبرنا تجربتها فأمل أنا بدي أرجع تشكرك وشكرا كتير أنك عم تقدري تشاركي هالشي وبإسمي وبإسم كل حد رح يسمع الحلقة بدي أتشكرك لأنه عم بتساعدينها أنه نحنا نقدر ننتبه من هاي السلوكيات لحتى ما نكون عم نرجع نوقع فيها ويكون في ضحايا أكتر للأشخاص اللي ممكن يكون عندهم هيدا الشخصية قررت أنه تفلي لأنه حسيت أنه خلاص أنا غابة إدراءة تحمل وضعي النفسي صار صعب الطفل عم بيتأثر وأنا لازم انسحب قدرت دغري تاخذي هالقرار ولا أخذيك وقت ولما قررت أنك تبعد هل السلوكيات عليك زادت ولا هلا تصرف كأنه أنت ولا رحت ولا جيت هلأ القرار يعني المفروض كان يتاخذ من قبل المفروض كان يتاخذ من أول سنة ما كان لازم تضل كل فترة الزواج اللي تقريبا كانت خمس سنين بس بعد خمس سنين يعني صار فيه أنه تفقت الصبح وتقرضت لإزاءة جسدية بدون يعني بدي أقول بس شغلة أنه ما في حدا بيستاهل ليتعرض لأي أذى نفسي أو جسدي مهما كان ومهما كان طريق التفكير ومهما عمل بس ومهما عمل بس أني كنت فيه الصباح وتوعي على هيك قصة فأنه رحت على شغلي وأنا يعني عم ببكي وطلعت قلت يا الله وأنا على الطريق قلت شوم الإيام رح فيه ورح يكون عمري ستين سنة ورح تكون المرارة مع بيتني وقلت ما بدي يكون بهذا الموقف ما بدي عيش المرارة والندم لعمر الخمسين أو الستين ويوم تقررت أنه بدي خلاص هاي هي النهاية بدي أترك وما بقى حدا رح يغير لرأيي لأنه أنا صبرت كتير وعطيت كتير وعملت كتير وما كان فيه استجابي أبدا من الطرف التاني يوم اللي قررت الانفصال صار فيه شي غريب أنه لأ أنا رح أتغير رجعيلي وهون بلشت بقى بلشنا من نفس المرحلة اللي عشناها بفترة الخطوة أنه رجعيلي وأنا ما فيني أتخلى عنك ومنها الحكي كل ياتو فبكل بساطة قلت له اللي كان بدي يتغير كان يتغير وخلاص خلصت يعني أعطيت كل شي بقدر أعطيه وهلا ما بقى عندي شي أعطيه وخلاص بدي يفل وهل كان من السهل أنه أنت تقدر يتخذ الطفل يضل طفل معك بما أنه بنعرف أنه بمجتمعاتها مش بهذه السهولة لما الإمرأة بتقرر تنفصل تقدر ما تنفصل عن ولادة فهل هون كان كمان تحدي لأليك ولا قدرت تتعاملي مع الموضوع بطريقة مختلفة للأسف التحدي كان كتير كبير وبأول فترة أنا خسرت كتير وخسرت حضانة الطفل كنوع من الانتقام طبعا من الطرف الثاني أنه راح أعطيكي طفل وعمل اللي بدك تقدري تعملي يعني إذا فيك تعملي شي النقطة الثانية ماديا نحن بمجتمعاتنا المرأة لما تنفصل ما في إعالي مناسبة ما في قانون بيقدر يحميها والنقطة الثالثة أنه للأسف 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 المرأة المطلقة بمجتمعاتنا هي بضاعة مستباحة للجميع فكان اللعبئ النفسي يعني كانت فترة سودة بقول من حياتي لحتى قدرت أرجع وقف على رجلي من أول وجديد ومعارك بالمحاكم طولت فترة كتير طويلة لحتى قدرت امتزع حمان الطفلي مرة أورا يعني كانت كتير الوضع صعب إذا بتقعد بتتلاقي على علاقتها الشخص مع الطفل يعني الشخص اللي عنده هاي الشخصية هو عنده إياها مع كل الناس اللي بيتعامل معهم بس يمكن طريقة تطبيقة بتختلف من شخص لآخر هل حسيت أنه هاي الصفات أثرت مباشرة على الطفل بعيدا عن الانتقام منك أو يحسسك أنه يبدو يأذيك عبر الطفل هل هو كان عم يتعرض للطفل كمان؟ هلأ شخص مثل هاد ما عنده شي يعطي هدول الأشخاص بيكونوا بعد فترة طبعا عرفت المعلومات قريت كتير وقدرت استوعب شو كان عم بيصير معي هدول الأشخاص بيكونوا فاضين من جوا ما عنده شي يعبوا في الفراغ الموجود لهيك بيدوروا على الأشخاص اللي بيكونوا نقول أقوياء مميزين زوية شخصيات مميزة وبيعتاشوا على طاقتهم للأسف الأطفال همي طاقة كتير نقية وكتير صافية ونفس الشي صار مع الطفل يعني ما كان فيه عواطف عم تنعطلها الطفل كان فيه إهمال عاطفي واضح ما كان موجود بحياتها الطفل الطفل انترك مع حدا تاني غير الأسل الجسدي انه قتلب عصب ولا بفش غلق بها الطفل فللأسف للأسف يعني هيك أشخاص بيكونوا سيئين مع كل شي بيكون حواليهم وطفل عنا من هالموضوع كتير إذا هلأ بتطلعي شوية على الموضوع من بعيد بما أنه قررت تاخد هاي الخطوة وبعدت وطلعت من هاي العلاقة كيف بتقايم الموضوع كله على بعضه تستحق كل لحظة وجع أثناء الانفصال يعني المحل اللي أنا فيه هلأ بيستحق كل شي عانيت ومن بعد الانفصال أني أطلع من هالعلاقة يعني ما فيني إليك أكتر من هيك ما في شخص بالدنيا بيستاهل أنه يعيش أو يتحمل هيك ضغط حتى لو كانوا أشخاص مريضين الشخص النرجسي ما بيعرف أنه شخص نرجسي وما بيعرف أنه شخص سام طبعا هذه النقطة ما تنحكى لهذه الأشخاص هي نقطة ضدهم بس بيعرف أنه عم بيسيق إليك وبالأخير الشخص لما بيسيق له شخص ثاني هو خيار لما أنا بختار إقذي حدا هو خيار حتى لو كنت بعرف أنا مريضة أو مش مريضة كل لحظة توجع الفترة السوداء اللي عشت بعد الانفصال أوكي أنا مطسوطة أني عشت لحدة وصلت للمحل اللي أنا فيه هلأ مني عم بتعرض لهذا الضغط النفسي مني عم بتعرض لهذا الزجسدي والنفسي التراومة ما زالت موجودة عم حاول اتعافى منها بس أنا مبسوطة مية بالمية حتى بعد كل هالوجع اللي عشت وفي الانفصال وما بعد الانفصال يستحق المكان الذي أنا موجودة فيه هلأ يستحق كل لحظة وجع اشتبيه دي كل فترة لحتى تخلصت من الأزة المباشرة خلينا نقول فأيه وقت اللي بتكون وهيك محل في اللو أمل شغلتين استذكرتهم هلأ انت وعم بتقولي برسائل بيوصلوني على انستغرام كتير واحدة منهم سؤال كتير بيتكرر هل أنا بقدر غير الشخص النرجسي وبعتقد انت جاوبتي على هذا السؤال وبرجع بذكر كمان بحلقة سابقة عملناها مع طبيب عن الشخصية النرجسية وفسرنا شو هي وبنصحكم ترجعوا تسمعوها ولا تفهموا أكتر نحنا شو الشي اللي عم نحكي عنه انه هيدا الشخص هو يمنه على وعي انه في مشكلة فإذا هو ما عنده وعي على المشكلة وهو ما بده يغير نحنا صعب نكون نحنا عم نغير الشخص فما تحطوا أمل انكن انتو تغيروا إنسان هو أصلا ما شايف انه عم يعمل شي غلط يعني حتى لو ما كانت شخصية نرجسية عامة لما حدا بيخطؤ بيحققكم كتير أوقات أشخاص بيقولولي بس أنا أنه فيل شي بيوجع وهيدا الشي اللي انت قلتين وهو كان وجع نحنا ولا مرة منقول لشخص وإنت بتقرر تمشي من عليها يعني فجأة بتتحول الحياة لشي كتير حلو لا في فترة صعبة الواحد رح يقطع فيها كيف ممكن تشرح للا أشخاص أنه هيدا الوجع اللي رح تحصوله وقت معين بيستحق إنكم تعيشوه مقارنة بإنكم تردخوا له هيدا الوعود يلي أنت أخذتها مثلا لما قررت أنك تفلي أو يرجعوا يستذكروا الأوقات الحلوة بالعلاقة ويقولوا مع لي برجع وبجرب زبت وبعهم لكل هيدا شو ممكن تقولي لهم له الأشخاص اللي شايفين إنه هيدا المرحلة الصعبة هني ما قدرين يخدوا بدي يقولهم بس أنتوا فكروا إنه هاي المرحلة الصعبة هي فترة ورح تمرو وما في شي بيضل على حال وبهالدنيا وأي شي صعب بالدخف بالإيام الزمن الزمن كفيل إنه يعالج الجرح المفتوح ما رح قول الندب أو التراومة بتتظل موجودة ونحنا بنا نشتغل عليها لنعالجها اللي بدي يقول إنه هي فترة وبتمرو بس حطوا حالكم فكروا إنه أنتوا حتظلوا عشرة عشرين ثلاثين أربعين سنة بهالوجع قارنوا عشرين أو أربعين سنة من الوجع مع فترة ما رح نقول ماكسيموم طبعا كل شخص بيختلف من شخص لآخر بس ما بتتقارم مع ثلاثين أو أربعين سنة توجع بعد الإيام السودي كلما سودت السماء حتشتي بالأخير وكلما سودت رح ينزل الخير بالأخير بس قارنوا أنتوا الفترة الزمنية خلونا نحكي بشكل فيزيائي بسيط يعني أربعين سنة مقابل سنة إلى خمس سنين علاج يعني على أبعد تقدير فماليش حتى لو سودت الدنيا فكروا بس أنه أنتوا بتستاهلوا أحسن من هيك وما في شخص بالدنيا مين ما كان يكون وشو ما عمل ما في شخص بيستاهل هذا النوع من التعامل هدول الأشخاص ما بيعرفوا أنهم مريضين مثل ما قالت ما بيعرفوا أنهم مريضين وما بيروحوا ويتعالجوا وقالي لكتير النسبة اللي بتعرف حالة مريضة ويعني الشخص بالأخير أنت ماناك موجود بالنيس بلا أولو أنت مصدر الطاقة اللي عم بيعيش عليه فخلي طاقتك لحالك وفيد أمل إذا بدك تطلعي على محيطك بهيدا الوقت هل في ناس ساهموا بإنك تبقي وهل في ناس ساهموا بإنك تطاعي من هيدا العلاقة يعني إذا هيك بدك تقيم شيء وتنصح الناس القراب من الشخص اللي بيعليقة مع شخص عنده شخصية نرجسية أو حتى يمكن ما يكون مشخص فيها بس يكون عنده بعض الصفات من هيدا الشخصية شو ممكن أنا كشخص قريب أعطي الناس اللي بيهيدا النوع من العلاقة هلأ بتختلف من شخص لثاني في أشخاص فيك تحكي معهم فيك توعيهم فيك تستبيلهم انتباههم بشكل مباشر ما في حدا بهذاك الموقع ممكن يحس انه لا في شي عم بيصير ضدي الفكرة انه الشخص النرجسي والشخص السام بيكون عنده دايما حاشية حوالي يعني قادر انه يزب قراء الناس لكفته فبتحسي حالك انت معزولة وحيدة انت عم تتوهمي الكلمة حدا حاسس فيك وشو ما حكيتي ايه انت مجنونة او انت عم ما تبالغي فخلوا انتكون شبكة أمان حدا حدا بتوسقوا فيه كتير تقدروا تحكولوا اذا ما كنتوا بهالمحل روح كتب اسألوا اسألوا مختصين روحوا عند محلل نفسي اسألوا بواقع بالفخ منو قادر يطلع ومنو قادر يفل مثل غنيت فيروز لا قدراني ابقى ولا قدراني فل هدول الاشخاص يعني لما بيكون حوالينا حدا هيك ممكن نعطيهم كتاب ممكن نقول لهم انا حاسس فيك انا حاسس بوجعك ممكن الاشخاص بيقدروا يتركوا هيك نوع من العلاقات حاولوا انه تستسمروا بطاقتكم انتو خلوا ولا لكم انتو ماني عمقول انه يكون الانسان اناني بالعلاقة بس لما بيكون بهيك نوع من العلاقات اللي عم يقسر فيها بشكل مستمر من شخصيته ومن روحه اول حل هو الخروج بشكل مطلق طبعا من الموضوع نصايح احيانا ما فيك تتوجهها بشكل مباشر فيك تواعي هذا الشخص بطريقة غير مباشرة انو ليك بالعلاقة بالحب بالحب ما بيخسر الحب ما بيزل يعني ما فيني ما فيني كتر من هيك كان فيه ناس حواليه شايفة وما حكت شي وفيه ناس كانت كلها تقريبا 3-4 كانوا ضدي حتى لما اخذت قرار الانفصال يعني كنت وحيدي بشكل كامل اللي ساعدني بصراحة كانت رأي عن الموضوع لحتى اعرف انا شو صار معي انا كيف طلعت من هالقصة ومين هداك الشخص كان تختلف من شخص لتاني تختلف من شخص لتاني بس اهم شي انو انتو تعرفوا انتو انتو مين وانتو وين وانتو لوين رايحين عمل كمان انو تكون هاي الحلقة جزء من هيدا المشوار يلي اشخاص رح يستعينوا فيها لا يعرفوا انو صار وقت انو نفل وانا اكيدة امل انك رح تقدري كتير تساعد اشخاص من خلال هاي الحلقة فكمان مجدد بنترجع تشكريك على هيدا المشاركة اذا بنرجع هيك لسؤال اخير نلخص فيه الامور اللي حكيناها اذا ممكن هيك نصيحة سريعة من بعد كتير نصايح نحنا قلناها بالحلقة شو ممكن هيك نصيحة اخيرة تقوليها عن هاي الشخصية كمجتمع للناس اللي موجودين لازم يكونوا عم يعرفوها مثل ما قلنا هدو الاشخاص ما بيعرفو حالهم مريضين بس الازى اختيار انت ما فيك تصلح هذا الشخص حطوه مية بالمية براسكن انتو منكن مراكز تأهيل هيك اشخاص حبوا حالكن فلوا من هيك علاقة رووا عن الموضوع في كتب كتير استعينوا بشبكة الامان استعينوا بأصدقاء بأهل بناس بثقة بتحبوهم اذا مريتوا بهك تراوما حاولوا انكن يعني ما رح تطلعوا منها بيوم وليلي هيدا هيدا اذا نفسي على مدى كتير طويل اذا جدتكن افكار انتحارية وهيدي يعني اول نصيحة واخر نصيحة بديقولها للكل اذا جدتكن افكار سودة او قدوا بمكان اسود اللحظة اللي بتحسوا حالكم رح تستسلموا فيها هي اللحظة اللي بتغير بعدها كل شي للأحسن او للأسوأ فقرروا انو تحبوا حالكم بكل بلدان العالم بلبنان وبالمنطقة العربية وحتى برات البلد في خطوط ساخنة وانت حكيت عن هذا الموضوع قبل هيك وحتى يمكن في بوست عندك على الانستغرام اتصلوا بشكل مجهول وحكوه طلبوا المساعدة هذا اكتر عمر شجاع ممكن تعملوا لحالكم انكم تطلبوا المساعدة وحبوا حالكم حبوا حالكم اللي تستسلموا فيه ناس كتير بتحبكم شكرا كتير لألك أمل هل في شي كنت حابت تحكي عنه بالحلقة انا ما سألتك عنه حابت تقولي لنا حابت يكون يعني يمكن تكون قصتي بتشبه قصص كتير ان شاء الله تكون اي حدا واحد او واحد يسمعوا انو تفيدوا لواحد بالمية بدي تشكرك كتير انك انك فتحت الموضوع ورب تير عن القصة وفل واتكدوا انو ربنا بيحبكم ونحن منحبكم وما تستسلموا ابدا ما فيني ولا أكتر منك أمل شكرا كتير 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 لألك انا من ميلتي بدي أرجع وضح صح نحن ما قادرين نروح نعمل تشخيص لهيدا الشخص بس لما منشوف صفات مشابهة وهي الصفات بتكون عم تأثر علينا سلبا كتير أساسا انو نحن نسحب ما تبقوا بعلاقة عم تأذيكم بس لأنو انتم مفكرين انو بهيدا الحالة انتم عم تقدروا تسلحوا شي اليوم نحن حكينا عن الزوج اللي عنده هاي الصفات وقد يكون عنده هيدا الشخصية بالتشخيص طبع الاضطرابات النفسية بس هيدول الأشخاص ممكن يكونوا أهل ممكن يكونوا أخوة ممكن يكونوا شخص بيشتغل بعنا مين ما كان هيدا الشخص ما تخلوا حالكم ونقراب منو لحتى هيدا التأثير ما يبقى عليكن وما تكونوا عم تنقزوا شكرا كتير لكل يلي سمعونا ما تنسوا تتابعوا صفحتي على انستغرام لإرسال أسئلتكن فيكن تلاقيونا على جميع التطبيقات وما تنسوا تشتركوا بالبودكاست وتشاركوا باي باي